اشتركوا في القناة والقمر راح يظل في برج الجدي طيلة اليوم في ساعات المساء المتأخرة راح يكون في خلوم مسار بما ان القمر موجود في منزلة سعد الذابح الآن ولغاية الساعة 11 و 28 دقيقة من مساء الليلة هاي الاثنين على الثلاثاء فالمنزل هاي جيد للعلاج والفراق والخلاص والحرية وبعد الساعة 11 و 28 دقيقة من مساء هذه الليلة الاثنين وطيلة يوم الثلاثاء القمر بيكون موجود في منزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق والتلاف الأموال والحرية بما ان القمر موجود في برج الجدي معناته بالفترة هاي منعود لطبيعتنا الجدي منحاول انجاز عمل متراكم منجد انه عنصر يعني انه الامور ما بتصير معنا بسهولة بممكن تسيطر على البعض روح التشاؤم او شوي هيك يكونوا مكتائبين او هيك الاجواء مش مناسب لعلهم فعشان هيك علينا الاجتهاد اكثر في هاي الفترة عشان نحقق مشاريعنا وبوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية بهذا اليوم او البدء بحمية او تجديد او عقد تأمين مراجعة شركة تأمين او الشيء اللي له علاقة بشركات التأمين بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا ضل عنا ثلاث زوايا الان بطيئة هي المسيطرة الزاوية الاولى زاوية التقابل الايجابية بين عطارد وبين المشتري وطبعا هاي تأثيراتها حكينا انه لغاية سبعة تسعة وعادة عند حدوث هذا الاتصال نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهاي الزاوية بتزيد من احتمالية السفر والاتصالات انها بتكثر لدى البعض اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت منفصلة ايجابية وتأثيراتها لغاية يوم تسعة تسعة هي بين عطارد وبين المريخ فبسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبرضو بتعطينا قدرة لتعزيز العلاقات مع الاحبة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة واللي طبعا زاوية التربيع السلبي المنفصلة ما بين زحل وما بين اورانوس وهنا هاي الزاوية تأثيراتها طويلة يعني لغاية ستعاش احداعش هي اللي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في الحكومة احتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وبرضو اشياء الها علاقة بتقلب المناخ وحوادث على السك الحديد برضو بالدل كذلك على اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم ما رح تتشكل مع القمر فاول زاوية هي رح تكون بعد منتصف الليل زاوية تثليث ايجابية ما بين القمر وبين الشمس يعني تأثيراتها من الان ولغاية ساعات الصباح هي ذروتها ساعة 12 و24 دقيقة بعد منتصف الليل هاي اللي هي الاثنين على ثلاثاء فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهاي ذروتها ساعة 29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا هاي زاوية تأثيراتها هي من ساعات الفجر تقريبا وبتستمر لغاية ساعات المساء هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو زاوية ايجابية زاوية تزديث ايجابية بين القمر وبين نبتون وهاي تقريبا راح تكون في تمام ساعة 6 و 21 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الظهر وبتستمر لغاية منتصف الليل بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فانو اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة 9 و 42 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات العصر ولغاية صباح يوم الاربعاء بتعزز قدرتنا على السيطرة على ما شاعرنا وابكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ مساء اليوم الثلاثاء ورح يستمر لغاية صباح يوم الاربعاء رح يبدأ خلو المسار الساعة 9 و 42 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج ويستمر لغاية صباح يوم الاربعاء اللي هو الساعة 3 و 41 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والردفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن فعشان هيك هاي الأعضاء أكثر حساسية لازم ننتبه ما نعمل أي شيء بيتعلق فيها وفي نفس اللحظة نوفر لها العناية الإضافية إذا شعرنا بأي شيء بتعلق في هاي الأمور فهي جيدة لأخذ علاج أو مراجعة طبيب وبما أنه زي ما حكينا يوم أمس الأسنان والشعر والجلد أكثر حساسية فما بنصح بعمليات التجميل أو أي شيء بيتعلق بهاي الأمور إلا للضرورة القسوة جدا يعني هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولا يصلح لزلت الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والقص العلاجي إذا كان الأمر اضطراري بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره عشر أيام في تمام الساعة ثلاثة وأربع دقائق عصرا بتوقيت جرينج بيصير 11 يوم نسبة الإضاءة 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 23 تسعة طبعا هي سعيدة الآن بنسبة 45% ولكن في ساعات العصر تقريبا بتنزل نسبة السعادة لـ 15% وفي ساعات المساء المتأخرة بيصير الشمس منتحسي بنسبة 10% القمر في الجدي حتى يوم 7 تسعة منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات منتصف الليلة هاي اللي الاثنين على الثلاثاء بيصير سعيد بنسبة 15% في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة لـ 60% بعدين بتصير تتناقص لغاية ساعات المساء لتوصل لـ 30% عطارد في الميزان حتى يوم 10 تسعة طبعا بيكون بداية التراجع هو الآن سعيد بنسبة 15% الزهرة في العذرة لغاية يوم 29 تسعة سعيد الآن بنسبة 15% ولكن في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 10% لأنها بدأت تتشكل زاوية منفصلة ما بين الزهرة وما بين المريخ بالنسبة للمريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشرة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتتركز جهودكم نحو العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة وخصوصا في أعمالكم وعلاقاتكم أهم شيء أنه اليوم ما بينفعك العناد والتحدي حتى لو اشتدت الضغوط عليك حاول أنك توضح وجهة نظرك وتبرر عملك وتظهر مهارتك بدون مشاكل ممكن تكون اليوم في بعض الظروف المعقدة أو الصعبة وانت بطبيعة الحال طباعك حادة وأفكارك مشتتة وعندك نوع من أنواع العصبية فعشان هيك بدك تضبط عصابك وما في داعي لا للغضب ولا للإضطراب ولا تنسى هذا بيت السمعة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم أهم شيء أنه ما تجعل شيء يحبطك لأنه التطورات هاي غنية بالفرص المناسبة بتنحصر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات أكثر فأكثر بتطمئن خواطرك نسبياً وهاي فترة مناسبة لطرح أمور العلاقة بالسفر أو أوراق أو معاملات سفر وبرضو ممتاز لورشات العمل والتقرب من الأحبة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً بتعيدوا تنظيم أموركم المالية الفرصة متاحة لمكسب بيجي على الأغلب من شراكة أو تعويض ولكن بما أن القمر موجود مقابلكم وبدل البيت الثامن فعشان هيك ما صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية شوي أهم شيء أنك اليوم ما تتشبث بمواقفك المتصلبة حاول أنك تكون مرن ومبتسم ناقش بليونة دبلوماسية تتكلم وعبر عن آراءك بجراء وثقة وعن سابق معرفة يعني بتظلها هاي أفضل من الأيام الماضية اللي كانت ضاغطة لأنه القمر مقابلك تماماً الآن هو في البيت الثامن يعني بعطيك طاقة إيجابية أكتر فعشان هيك حاول أنك تبدأ يومك بروح رياضية ونشاط عالي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة طبعاً القمر موجود مقابلكم تماماً وهذا الشيء اللي بنزل من طاقتكم فبعطيكو بس إيجابية على أنه اليوم هذا مناسب للقيام بعمل مشترك مع شركاء العاطفة والعمل ولكن الأجواء ممكن تكون متوترة فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد وحاول أنك ما ترتجل وحاول تكون واضح بكلامك وتضبط أعصابك الأجواء ضاغطة نسبياً والمسؤوليات كبيرة فعشان هيك بدك تهدئ من روعك وحاول أنك ما تنفعل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بيبدأ العمل بتراكم لديكم مع هيك بدكو تكونوا شوي حذرين لأنه عندكو قدرة على إنجاز قسم كبير من الأعمال ولكن ممكن تشتغلوا أوقات إضافية أو أعمالكو تتطلب جهد أكبر لإنجازها أهم شيء كل يوم ما تهملوا صحتكم هاي فترة تعتبر فترة عمل جيدة أهم شيء أنك تكون أكثر انضباطاً وتنظيماً ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية فعشان هيك بدك تحافظ على استقرار وضعك الصحي وما تقلق بشأن أحد المعاونين لأنه ممكن أي سوء تفاهم أو خلاف يكبر ما بينكو فضبط الأعصاب مطلوب وممكن يكون فيه نوع من أنواع العمل الجديد أو بادرة لأمر جديد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً القمر في البيت الخامس يعني بيت الحظ العاطفة فعشان هيك اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا يوم مناسب لنشاط فني هواية التقرب من الأحبة من الأبناء وتعتبر هاي فترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة بالنسبة لإلك بتكون نظرتك للحياة متفائلة أهم شيء أنه ممكن يعني تندم على بعض التصرفات الأخيرة اللي سببت لك بعض الإرباك أو سوء إدارة كان منك لإلها اليوم تقدر تحاول أنك ترتب الأمور من أول وجديد وتكون لصالحك فترة بناءة وإيجابية بشكل قوي برج الميزان بالنسبة للموليد برج الميزان طبعا بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية لأن القمر موجود في بيت البيت يعني البيت والعائلة وما يتعلق فيهم فبوسع كل يوم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم شوي ممكن تكونوا هيك مضطربين أو مرهفين الحس بعض الشيء وحساسين شوي فبتشعروا بالارتباك أو ممكن تغضبوا بسرعة فتجنبوا الخصام والجدال كليا ومن المحبث عدم إلقاء اللوم على الأحبة اليوم بيحمل أعمال وإنشغالات منزلية كثيرة فعشان هيك بدك تركز وحاول أنك أنت ما تهمل شؤونك العائلية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقشات اليوم برضو مناسب لإجراء امتحان أو إجراء مقابلة وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطرة عالية جدا وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصلوا على فرصة جيدة تبرروا من خلالها مشاعركم وتبرروا مواقفكم رح تنشطوا بالتنقلات والاتصالات بحجم كبير في منكم رح يهتم بأمور العلاقة بالسيارات أو بالإلكترونيات أو بالاتصالات بشكل واضح ولكن ما رح تهدأ اليوم من كثرة اتصالاتكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بيحمل فرص مالية لأنه اليوم رح يتركز على الوضع المالي بما أنه القمر في بيت المال فبيحمل فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو ممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما أهم شي إنك ما تتكبر الوضع إجمالا بيعمل لصالحك وبيسهل عليك كثير من الأمور أهم شي إنه ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك وبدك تكون حريص على أموالك وممتلكاتك وتعزز وضعك المالي بشكل جيد يعني ما في داعي برضو للمصاريف لزيادة بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود فترة أو بداية فترة ممتازة جدا لأنه القمر صار موجود عندكم فبوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا إنكم تجدوا الأمور الجديدة أو تبحثوا عن الأمور المميزة خلال هذا اليوم عشان تستفيدوا منها طبعا طاقتكم عالية جدا لدرجة إنه أنتم ملفتين للنظر وخصوصا للجنس الآخر بتعيشوا فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر فترة مثمرة ادخلوا التنويع على حياتكم الشخصية وبرضو الفترة هاي بتحمل انفراج وتسوية برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا القمر صار موجود في بيت المتاعب لغاية صباح الغد فبتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم حاولوا أنك تنجزوا الكثير منها واخلدوا للراحة من وقت لآخر هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاولوا إنهاء هذه الأيام بسلام لحدث ما يوصل القمر لعندكم ممكن تواجه ضغطات وعرقيل وامتحانات صعبة عشان هيك ممكن تخسر صفقة تجارية إذا ما ركزت بشكل جيد أو تحزن لخبر ما وأهم إشي ما في داعي للتسرع وأي شخص بوعدك بشيء اعرف إنه ما رح يوفي فيه في خلال هاي الأيام برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بتنشطه اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة مناسبة لقاء ودي بتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجحوا في حشة دائيد أو دعم لقضيتكم بتتحمسوا للقاء الناس وللتعارف في بعضكوا ممكن يسافروا أو ينضموا لجمعية أو يهتموا لشؤون أقارب الشريك أو الزوج أو يكون في موضوع معين بتحاول أنك تساعد في العلاقة بالأقارب الأجواء جيدة وداعمة وممكن تستغلها على المستوى الاجتماعي عشان تحقق مكاسب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر